مرحلة يأس قطعت فيها بحقيقتك، صح؟ آه كانت من كم سنة؟ هي بصي، هو في مراحل، بس دي أهم مرحلة اللي حضرتك و تكون بتشاوري عليها بس دي الناس مش عارفة هالمرحلة دي ما هو أنا مش عارفة تعرفيها من إيه مرحلة مهمة مرحلة جات لي، كنت عامل فيلم، بطولتي، ليه البطولة وحضرت وقبل التصوير بأسبوع، بلخت ان السيناريو اللي أنا تعبتي فيه مع المخرج راح لنجم الماء مش ليك وأنه مفيش فيلم فحصلني طبعاً في الفترة دي أنا عندي ضعف رضا فوقعت فرحت لشايخ الماء من أصدقائي من المشايخ المعتدلة والدعاء المعتدلين اللي بيحبوا دور الفن يعني بيكلموا عن دور الفن بشكل يعني وسطي وقلت له أنا شا عايزة أكمل أنا عايزة مش قال عايزين، قلت له عايزة أروح للمدينة المنوّر فيلم كان إيه؟ فيلم مش ملوّف سراءنا كان قصة الأستاذ نجيب محفوظ وسناريو أحوار الأستاذ محمودي العليلي وإخراج الأستاذ عمر عبد العليل مين اللي أخذ دورك؟ هو الفيلم ما تعملش هو المنتج خدوا باعوا لمنتج آخر عشان هينيدي يعمله مم فروحتي لهيني دي وقتلوا ما شا عملي الفيلم ده ولعملت الفيلم ده أنا هعمل لكم مصيبة وما تعملش ولكن ساني يقزت وحسنتي كانت دي خطة قوية بالنسبة لي جديدة صفا، صفا، كاف حلمي راح الحلم بتاعي راح وعلى فكرة الموضوع ده هو سبب تأخوري لحد دلوقتي في إن أنا أعمل بطولة لأن أنا ساعت بقى نحت يلا أشتغل أي حاجة يعست فالمهم ما يعست رحت المدينة مناورة قلت أقعد بقى عند الحبيب عليه الصلاة والسلام طب أشتغل إيه هناك وشعافيه ما فيش بهاب في واحد صديق رفاجل قال لي أعمل له تأشيرة عامل مضافة في المسجد النبو وتعملت للتأشيرة وبقيت قاعد في المدينة بقى مش حاجة بس أحاس أن أنا ملك بس أحاسس إن الدنيا بالنسبة لي خلصت وحلمي راح وأنا كده خلاص أنا هتصوف وده شي جميل بس مش جميل بالنسبة لشاب بيحلم يبقى حاجة وبيقولوله أنت فنان عظيم وأحسن ممثل في المعهد وأحسن ممثل في الجامعة وأنت الألفة على جيلك وأنت الممثل العبقاري وأنت 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 فخبطت خبطة ضيفة وقعت هنا قعدت سنة 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 لابس جلبية كده وعظيم لده وبعدين نفس هذا الرجل قال لي وانت في الفن الجدور وداني درس في انت زعنام من ربنا ما ده قدره لو شاء ربك إن الموضوع ده هيتم كان هيتم بغضبك وهي أسباب مؤمن بكده ولا مش مؤمن؟ قلتولي لا مش مؤمن بكده أنا مؤمن أني أعمل طبعا أنا حفظة صديقي أنا في حتة حتة غضب ها بدأ يدوس علي هو لحد ما فقت ورجعت قعدت سنة هناك آه رجعت عايزة أشتغل بش عايفة أشتغل برضو إلى أن نزلت سوريا واشتغلت وأحدد وإحتضنتني سوريا والدراما السورية وبالتحديث كانت الأستاذة نورمان أسعد وأكرم الجندي منتج العظيم منتج أهم منتجين الفيديو يعني هم اللي رجعوك يعني هم رجعوني آه واشتغلتوا وبعدين رجعت وكانت تجربة سوريا بالنسبة لي تعلمت من إخواتنا العبخرة السوريين الفنانين حاجات كتيرة جدا حلوة بالفترة دي قلتلي كنت بنحة بعمل أي حاجة؟ أي حاجة أي مشهد في أي حتة بروح أشتغل ولو مكنش مقتنع بحاجة واشتغل أي حاجة لمجرد مش عشان فلوس هيا فكرة أنا من الناس المسطورة ماديا قلتلي ولكن بحتاج أكيد فلوس بس أنا كنتش بشتغل عشان أخذ فلوس كنت بشتغل عشان أنا عايزة بقى موجودة جماعة لأ طب النحط ده وصلك الفين وصلني إن هو ما بقليش سعر كممثل سابت وصلني إن علاء مرسي بقى سهل جداً تجي به في أي دور يجي هيشتغل هاش هيقول لا علاء جدع طيب علاء كويس جداً طيب علاء مرسي يقول لا 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 أعجبونك دلوقتي فبقال أنت بعضا فاطلخ بط ولكن أنا بقولك أنا دلوقتي بهذا السن اللي أنا موجود فيه دلوقتي وبالخبرة الكبيرة وخاصة أنا عصرت أجيال لغريبة الشكل